اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من دور التعليم برنامج اندزاين في هذه المحاضرة راح نتطرق الى موضوع مهم جدا وفي غاية الاهمية في عمل البرنامج طبعا هذا الموضوع هو اللينكات وربطها بالبرنامج نفتح برنامج اندزاين ورح نفتح مقاس جديد وليكن صفحة واحدة ومن ثم اوكي لو اجينا على قائمة فايل ومن الامر بلايس مثلا سطح المكتب هذه الصورة ضفناها في داخل البرنامج طبعا هذه هي الصور اذا اجينا على اليسار لدينا قائمة اسمها لينك طبعا هذه القائمة تحتوي على مجموع المرفقات المضافة في الملف او في البروجيكت طبعا احنا ضفنا هذه الصورة طبعا هو يطينا هنا رقم واحد والحالة جيدة جدا ولا توجد اي اخطاء طيب هذه الصورة اللي هي هذه بسطح المكتب لو فتحناها ببرنامج فوتو شوب وعدلنا عليها مثلا بادات البراش راح نكبر اداة البراش وراح نختار هذا اللون ونحذف طبعا ممكن انه الهاردنس يكون 100% وراح نحذف هذا الجزء او ممكن نحذف هذا الجزء فقط بعدها file save عدلنا على الصورة وطبعا ممكن نخرج ونفتح برنامج اندزاين راح نلاحظ انه هنا الصورة راح يطينا عليها خطأ وطبعا راح يقول انه تم التعديل على الصورة طبعا مودفايل double click هنا يقول double click حتى اصحح لك التعديل واذا لاحظ ان الصورة هنا اصبحت مبكسلة او غير واضحة سبب انه هذه الصورة هي مؤقتة اما الصورة الاصلية فقد تم التعديل عليها حتى نحول هذه الصورة من مؤقتة الى دائمية نضغط double click على هذا الخيار الخاص او على هذا السهم او المثلث الخاص بالصورة طبعا هذا نلقى بقائمة link طبعا نضغط double click ورح تتعدل الصورة اذا لاحظ ان الصورة بعده مبكسلة السبب في ذلك هو ان البرنامج راح يحتفظ في الدقة بشكل مؤقت وطبعا هذه الدقة بشكل مؤقت اثناء العمل على البرنامج حتى نرجع الدقة الى دقة كاملة نروح على قائمة view ومن ثم نجي الى display طبعا نعدنا typical display وعدنا high quality display نلاحظ انه high quality راح ترجع لنا باقصى قيمة من الدقة طيب لو هذه الصورة حذفناها من مكانها الاصلي بعد ما نزلناها راح نلاحظ انه هنا البرنامج راح يطينا خطأ وطبعا هنا الخطأ انه هذه الصورة تم حذفها في اما انه نعدلها طبعا نضغط double click حتى نعدلها ونختار صورة مثلا صورة اخرى طيب مثلا هذه الصورة تعدلت او ممكن انه يعني نحاول نرجعها الى مكانها الاصلي حتى البرنامج يزيل لنا الخطأ طيب هذا الموضوع اسمه اللينكات بالمناسبة نقدر انه هذه الصورة نتعامل وياها بشكل مباشر بالفوتوشوب طبعا من خلال انه نضغط عليها يكليك ايمن وطبعا نجي هنا الى هذا الخيار نختار edit with طبعا راح يطلع لنا البرامج المنصبة بالحاسوب اذا لاحظ انه انا عندي نسخة cs5 طبعا cs5 من موجودة في هذا المكان ممكن اجي هنا على other ومن ثم طبعا اروح على c وطبعا اروح على file program مثلا 86 اختار هذه مثلا النسخة واختار هذه اللي هي نسخة فوتوشوب الاحظ ان البرنامج راح يفتح لي الصورة بشكل مباشر بالفوتوشوب هنا طبعا مفتوحة وهنانا مفتوحة اذا انا فتحت الصورة بالفوتوشوب من داخل برنامج اندزاين التعديلات اللي راح اجريها راح تكون بشكل مباشر ما يحتاج انا احدث مجرد انه احفظ هنا هنا بشكل مباشر وراح يحفظ لي ويعدل لي على الصورة طبعا هذا فيما يخص بالصورة طبعا نقدر نفتح ملف بsd بشكل مباشر بالاندزاين من file place نختار ملف بsd معين مثلا هذا الملف اذا لاحظ انه هذا هو ملف بsd طبعا لو فتحت هذا الملف ببرنامج فوتوشوب من خلال انه كليك ايمن عليه طبعا اقدر بشكل مباشر افتحها في البرنامج الفوتوشوب المفتوح من خلال انه اضغط كليك ايمن على الصورة واختار edit original اوتوماتيكيا رح يفتح لي البرنامج الصورة في اول ملف بsd في برنامج فوتوشوب المفتوح بشكل مباشر لو اجيت هنانا على هذه العبارة مثلا لو غيرتها الى اللون الازرق مثلا او هذا اللون اوكي وهذه العبارة مثلا خليتها بلون احمر مثلا وطبعا فقط عند الحفظ رح نلاحظ انه هنانا رح يحفظ بشكل مباشر ليش لاني فتحت الصورة او الملف بالفوتوشوب من هذا المكان لو انا فتحتها بشكل مستقل من الفوتوشوب فايل اوبن وفتحت الملف لا لا بد انه اجري عملية التحديث من خلال ال double click على المثلة الاصفر طبعا العملية سهلة جدا ولكن يجب انه ننتبه الى اللينكات هل هي معدلة او مهذوفة باستمرار حتى نضمن انه دقة الصورة ونضمن انه البرنامج ما رح يطينا اخطاء عند الحفظ نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى